اشتركوا في القناة وكيفية الخلاص من هذه الاحزاب بحيث رؤون اننا سندخل تقريبا شهر على التظاهرات والاعتصامات في العراق الا ان لم يتحقق شيء على الاطلاق وما زال الحكام متشبثين بالسلطة والمنصب ومحاولة تدخل مقتدى الصدر وغيرها على الخاط وركوب الموجة وهو من شكل الحكومة وهم من شكلوها ايضا اما ما السؤال الثاني هو ما يخص المرجعية الدينية مواقف المرجعية خجولة مقابل الدماء التي سقطت وما زالت تسقط وكأن اهوان الدماء هي الدماء الشيعية رغم تصريحات المرجعية بدعم المتظاهرين الا انها لم تستخدم موقف حازم لانهاء فساد هذه الطغمة الفاسدة وبدت المرجعية تخسر كثير من انصارها ومحبيها بسبب هذه المواقف وكأنها تريد بقاء هذا النظام البرلماني مجرد تريد تغير من الاشخاص يعني والعراقيين يعني رافضين لهذا النظام وبن يعني البرلمانيين كلهم رافضيهم ورافضين المسؤولين لأن المرجعية مواقفها يعني أشبه بالخجولة مرة وكلام حاض قليل ولكن تبقى خجولة وشكرا لكم الكريم ولا بس أن تعرضوا المقطع الآخر لارتصاله بنفس هذا الموضوع للمقطع السابق لا بس أن تعرضوا المقطع التالي بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على خير الخلق جمعين محمد وأهل بيته وطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام على شيخ الرافض الحبيب السلام على هيئة خدام المهدي شيخنا الحبيب لقد اشتقنا لك كثيرا لقد طال غيابك عنا أسأل الله أن يحفظك ويحفظ جميع الأقوى العاملين في هذه الهيئة المباركة أننا ننتظر بشوق ظهور فيلم يوم العذاب هذا الفيلم الذي سيذهب هذه الغمة عن هذه الأمة ويرجعها إلى تباع محمد وأهل بيته وطيبين الطاهرين شيخنا كما تعلمون أن هناك مظاهرات في العراق وأن المتظاهرين خرجوا ضد الأحزاب الفاسدة وهذا أمر حسن لكن مع الأسف المتظاهرين بدأوا بالرقص والغناء في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري الزكي سلام الله عليه وأن المرجعية أصدرت العديد من الفتاوى ضد النظام الحاكم في العراق والأحزاب الحاكمة وأنها لم تقوم بنصح وإرشاد المتظاهرين أن يتركوا هذا المنكر بل هي ركزت فقط على جميع فتواها ركزت على الأحزاب الحاكمة وأنها غضت الطرف عنها الرقص والغناء الذي يقومون به المتظاهرين في ذكرى استشهاد إمامنا السلام الله عليه نشكر السائل الكريم لتوجهي هذا السؤال وتفضلوا سمحت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخواني بخصوص الوضع العراقي السؤال الأول هو أنه كيف يتحقق التغيير كيف يتحقق سقوط هذا النظام وإزالة أو إزاحة الطبق السياسي الفاسد بأحزابها وشخصياتها هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بواحد من أمره إما أن تأتي قوة خارجية تزيح هذا النظام وتزيح هؤلاء وهذا معنى تدخل أمريكا مثلا من جديد وهو خيار مستبعد وغير محبث وإما أن يكون هناك أن تكون هناك قوة من داخل النظام تنحاز إلى الشعب من داخل النظام الثورات التي حصلت كل الثورات كيف حصلت إما بقوة خارجية وإما بقوة داخلية مثلا ثورة تونس مثلا وهي ثورة بالقياس إلى غيرها من ثورات ما يسمى الربيع العربي تعتبر نموذجا لا بأس به خير من غيره يعني بالنتيجة حصل انفراج ديمقراطي كما يقال استثباب للأمن العملية السياسية جرت جاءوا الآن برئيس جديد يعني رئيس جيد يعني إلى الآن جيد يعني ليس من طبقة سياسية فاسدة بل هو أستاذ قانون والناس تستبشر يعني خيرا بهذا العهد يعني أريد أن أقول النموذج التونسي نموذج حقيقة بالقياسة إلى غيره نموذج جيد يعني هذا الأمر كيف حصل أنه هناك قوة من داخل النظام من القوى الأمنية نفسها هي التي أجبرت زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد من نفس الجيش من نفس القوى الأمنية انحازت إلى الشعب هذا الأمر ممكن التعويل عليه في العراق أنه ألوية أمنية من الجيش من الشرطة حتى من الحشد الشعبي مثلاً تنحاز إلى الشعب فتجبر من بيدهم الآن مقاليد السلطة على أن يزيحوا أنفسهم ولكن هذا في المشهد العراقي لا يمكن أن يتحقق من دون ضوء أخضر من المرجعية لما لها من هيمنة على المشهد صار واضح؟ لذلك هذه المظاهرات كلها إن استمرت على وطيرتها هذه من دون أن نحصل على ضوء أخضر من المرجعية يشجع أو يحفز ألوية أو فئات أمنية على إزاحة من هم في المنطقة الخضراء هذه المظاهرات ستستمر هكذا بلا جدوى ولن تكون نتيجتها سوى مزيد من الدم على الأسف الشديد الذي يتساقط يومياً ومزيد من الضحايا يومياً طيب كيف يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ لا بد من الضغط على المرجعية يعني هناك يشوفوا مسألة طردية كأن أعين الأمنيين على المرجعية وعين المرجعية على الأمنيين صار واضح؟ واللاعب الرئيسي الذي في الوسط هو الشعب الشعب علي أن يكون زخماً يحفز هؤلاء وهؤلاء فيزاح هذا النظام لا بد من إزاحته بالفعل يعني ماكو عمليات تجميل أو ترقيع أو إعادة إنتاج لهذا النظام خلص انتهى الموضوع انتهى فإذا أردتم الحل النهائي بصراحة عليكم أن تضغطوا على المرجعية عليكم أن تتوجهوا إلى النجف الأشرف يعني أنتم كأنكم أخطأتم البوصلة أنتم تتظاهرون في بغداد عليكم أن تتظاهروا في النجف الأشرف عليكم أن تحيطوا بمنزل السيد السستاني وأن تلتحموا بالمرجعية وتقولون نريد إسقاط هذا النظام وعزل الطبقة السياسية أجمع كلهم حصلتم شلع قلع حصلتم والقالام إياهم لأنه هو جزء من الطبقة السياسية هو شنو مقتدأ هو جزء من الطبقة السياسية هو ملوث كما هم ملوثوا هذا الصحيح لأنه حتى أن افترضنا فلنفترض جدلا فلنفترض أنه هؤلاء السياسيين ومقتدأ وأمثاله ورؤساء الأحزاب والميليشيات وإلى ما هنالك خلي نفرض كلهم نظاف أصلا كلهم نظاف نفرض ما حد باق ولا حد تلوث بالدماء تلطخت يداه بالدماء ولا تلوث بالفساد نفرض ذلك فعلى أقل تقدير يا أخي خمسطعش سنة أكثر أخذتم فرصتكم كافية وزيادة يا عمي شكر الله سعيكم خلص شكرا جزيلا وإعطوا فرصة لدماء جديدة لكوادر جديدة لشخصيات جديدة يعني الشعب مل بعد إلى متى يعني تحكمون إلى الأبد مو معقول وهذا نفس الكلام اللي الآن يقال في لبنان نفس القضية الشعب اللبناني أيضا طلع شعار مثل شلع قلع بس قال شنو كل يعني كل ونصر الله أول واحد منهم ايه كلهم يعني كلهم ونصر الله واحد منهم 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 مش مدريني المهم فليش لأنه يقولون بعد كافي من اتفاق الطائف اللي بالتسعينيات واحد وتسعين ما دري متى إلى يومنا هذا يعني كم سنة من التسعين نتكلم ثلاثين سنة ثلاثين سنة انتم تحكمون هاي الطبقة السياسية الموجودة بأحزابها في لبنان وفسدتم وسرقتم وأكلتم وفجرتم وقتلتم لأنه ترى بالمناسب في لبنان الكل ملطخة أيدي بالدماء من السياسيين والأحزاب الكل من أيام الحرب الأهلية كلهم قتل هذولا أمراء الحرب أمراء حرب وبالعراق هم نفس الشي كلهم أمراء حرب وإقطاعيون كلهم كل واحد مو نظيف ما كو نظيف من السياسيين في العراق مع الأسف فلذلك على أقل تقدير يا أخي أخذتم فرصتكم الآن صار لكم ثلاثين سنة هناك تحكمون هناك صار لكم خمسة عشر سنة أكثر تحكمون سبعة عشر سنة الآن تحكمون كافي خلص الشعب مل فكيف إذا كنتم أصلا ملوثين بجرائم وموجه لكم اتهامات فالطريق الخلاص شنو هو أنه المتظاهرين كما يتظاهرون في بغداد لازم يتظاهرون في النجف الأشرف وينادون المرجعية بالتدخل والمرجعية ستتدخل يقين أنا أقول لكم أنا أعرف المرجعية عادة تتناغم مع تطلعات الشعب بس لا بد من تكوين البيئة المحفزة التي تحفز المرجعية على الانطلاق أكثر هناك إشارات إيجابية لا بأس بها من المرجعية تتطلع تقترب إلى ما ندعو إليه وكنا ندعو إليه منذ سنوات صيغة الدولة الأمنية الفترة الانتقالية إسقاط هذا النظام عزل الطبقة السياسية هناك إشارات لا بأس بها لازم نروح وراها مثلا من تلك الإشارات بيان المرجعية الذي صدر بعد استقبال السيد السستاني لرئيسة بعثة الأمم المتحدة اللي اسمها جينين هينيس بلاس خارت البيان هكذا يقول وفي خلال اللقاء عبر سماحته عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد إلى أن يقول وأشير أيضا إلى أن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلابد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة هذه إشارة شنو معنى أنه السلطات الثلاث ما تريد يعني انهدام النظام اقتلاع النظام بعد خلص سلوك طريق آخر يعني هذا النظام بسلطاته الثلاث يسقط وشنو هو الحل الصيغة التي نحن ننادي بها منذ سنوات وكنا نحذر من هذا اليوم والتاريخ يشهد الكل يقدر يراجح وكل موثق موجود واحد يرجع بالانترنت يوتيوب يشوف كنا نحذر من هذا اليوم ونقول العراق على صفيح ساخن بلد سيتفجر ينفجر من الداخل هناك أزمة داخلية أزمة في نفس النظام الأعرج فلابد أن يسقط لابد أن يقتلع كيف يقتلع لابد فئة ممن بيدهم السطوة القوة من داخل النظام ألوية أمنية لازم هي تتحرك تنحاز إلى الشعب وبيضوء أخضر مرجعي المرجعية تكون هي المهيمنة المشرفة على المشهد حتى لا يشطون هنا أو هناك فترة انتقالية ولكي لا ينزلق البلد نحو الفوضى في هذه الفترة الانتقالية لابد الحكومة التي تشكل حكومة انتقالية تكون ذات صبغة أمنية طابع أمني تشرف عليها المرجعية في هذه الفترة الانتقالية التي تكون فترة دولة أمنية انتقالية المرجعية تشرف عليها يجري استفتاء شعبي عام تحت اشراف أممي شلون هاي الحجية اجت للسيد هذه المسؤولة الأممية مالة الأمم المتحدة هالشكل يصير اشراف أممي حتى لا يتلعبون بالنتائج زين يستفت الشعب ما هو النظام الذي تريدونه خلص اي نظام اللي يختار الشعب ما دام يحقق الحد الأدنى من المقبولية الشرعية من المقبولية الإنسانية من المقبولية العدالة الاجتماعية خلص هو هذا النظام الذي يتم السياسيين يُعزلون يصدر قرار بالعزل السياسي كلهم شلع قلع خلص ونحن بالمناسبة أيضا مع العفو العام كمرحلة أولى نقول لهؤلاء السياسيين حتى لا يحدثوا قلاق إلا أن كل واحد عنده ميليشيا وعنده كذا فيسبب مشاكل نقول يا بل نمن عليك كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة وكما من أمير المؤمنين عليه السلام على أهل الجمل عفو عام نسوي شريطة تقعد عدل تقعد راحة لا خلص عفو عام بعد حتى ليس بمشاكل هو شنو أحد أكل حرام وانتهى وخلص بعد عفو عام حتى ليس بمشاكل أما إذا تبدي تسوي مشاكل لا رح نجي نحاكمك نلقي القبض عليك وتصير محاكمة حينئذ وبعدين شي خلصك وهذا الشعب هم يعني متفطرق يروحون للخارج خلي يروحون شنسو بيوم هم بالنتيجة عاهات حثالات موجودة داخل البلد عبع على البلد ملاحظة شهرين أما الآن في النجف يتظاهرون بالكوفة مكان كبير عام يظهرون فيه لو ذول أهل الكوفة يظهرون أي نعم أحسنتم خوش اقتراح جيد نعم هذول اللي بالكوفة يتظاهرون خلي توجهون النجف هذول المتظاهرين نفسهم إذا ما كانوا قادرين على أن يقسموا الأدوار فيما بينهم فنصفهم على الأقل ينتقلون من بغداد إلى النجف هناك يتظاهرون خلي إن شاء الله النجف يصير تظاهرات وفي العاصمة السياسية أي بغداد يتصير تظاهرات خلص ينتهي الموضوع صدقوني يمكن في غضون 48 ساعة يعني ما أسهلها بس خلي في النجف وطرقاتها وأزقتها حول حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحول بيت السيد السستاني الشعب كل يلتحم بالمرجعية وينادي بتدخل المرجعية والمرجعية توجه نداء للقوى الأمنية أنه تنحازون إلى جانب الشعب والنظام يسقط خلص انتهى الموضوع إله يا أمين إن شاء الله هذا صوتنا يوصل هو ودي يوصل الحمد لله يوصل إن شاء الله للمرجعية التي أم نؤاخذها حقيقة يعني الجهاز المرجعي نؤاخذها على التأخر إحنا مع كما قال الأخ الكريم السائل أنه هناك أيضا بعض الخطوات الخجولة المرجعية اتخذتها لا إحنا نقول المرجعية لازم تكون أقوى في حسم الأمور لأنه أكو دم يسقط يوميا إلى متى وهذا يحمل المرجعية مسؤولية أن تتحرك بشكل عاجل وحاسم لازم تتحرك بشكل عاجل وحاسم لابد وأنا أدري أنه المرجعية أيضا مكلومة ومكلومة من نفس الشعب لأنه المشكلة في الشعب ترى المشكلة مو في المرجعية يعني كشخص المرجع لا المشكلة فينا إحنا في الناس من هو اللي جابه ذو لطبقة السياسية؟ هو الشعب اللي جابه؟ من هو اللي رح صفق للأحزاب وانتمى إليها واستنفع منها هم أنتم كنوا واضحين الآن بعد ما ذكتوها أنت شويتوا بالنار قلتوا خلص فالمرجعية هم تدري ممكن هم الشعب فد يوم يقلب ممكن لأنه المشكلة أن شعوبنا مع الأسف غير واعية غير متدينة أولا غير واعية ثانيا لذلك أحيانا تصير تقلبات في المزاج العام الشعبي فتتجه الأمور إلى الهلاك نعوذ بالله بس إحنا دائما نتفائل خيرا ونقول بالنتيجة هذا أمر لا بد منه يعني خلص بعد الأمور خرجت عن السيطرة الوضع في العراق لا يمكن أن يبقى كما هو عليه وهذا نزيف دم يوميا جاي يصير المرجعية لازم تتحرك بلغ الأمر ما بلغ الضمانة الوحيدة اللي ممكن التعويل عليها في العراق لضبط الأمور بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله إن شاء الله هي ضمانة المرجعية فقط ما عندنا غير هذا السقف يعني من الناحية الشرعية وحتى من الناحية الأخلاقية والناحية الشعبية العامة وشقد رح يفرح الشعب إذا الصدق يطلع بيان حاسم من المرجعية بالعزل السياسي و بالدعوة ل يعني قيام نظام أمني انتقالي في العراق أنا متأكد أنه قادة الجيش القادة الأمنيين كلهم رح يجون إلى السيد السستاني يقبلون إيده ويقولون سمعا وطاعة هذا شيء واضح فالنظام يسقط بدون قطرة دم واحدة النظام كله يسقط وهذا النظام لابد يسقط هذا نظام أعرج نظام جاء به الأمريكان وخسر العراق كثيرا وأرجعه قرونا إلى الوراء لأنه جعل لكل حزب حصة نظام محاصصة جعل لكل حزب وطائف حصة على غير عدل على غير عدل فتكون الطبق أشبه بأن تكون الطبق البرجوازية والاستقراطية التي تحكم البلد وصار أكو فجوة ما بين الطبقات الكادحة الطبقات الشعبية التي هي التي تكدح وهي التي تفتقر أكثر في حين تلك الطبقة تزداد ثراء من المال الحرام كلهم يعجبهم بقاء هذا النظام لأنهم ينتفعون منه والمشكلة أن بيدهم السلطة وبيدهم المكنة عندهم ميليشيات عندهم قوى عندهم مال عندهم رجال فما رح يتغير شيء على هذا الوضع الورقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها أو استعمالها هي ورقة المرجعية المرجعية لازم تعطي ضوء أخضر للقوى الأمنية أنها تتحرك ومو مع تصفية الحسابات إحنا بصراحة لأنه هذولا رح يخشون إذا خافوا هذولا الطبقة السياسية رح يفجرون الوضع بالعراق كله ومن هسد يفجرون منه اللي يقوم بالقنص وبالقتل وبالتفجير مفخخات هم نفسهم حتى يخوفون يرهبون الشعب أنه اتراجعوا ورجعوا إلى بيوتكم وبعدين ينقضون عليه انقضاضا لأنهم خايفين فإذا يخافون أكثر ويسمعون أنه إحنا رح نجي وراح نحاسبكم واحد واحد وتدرون الثقافة العراقية المحاسبة مهينة مو ما أدري أخذ لك محمد مرسي يخليه بالسجن سحل هذا العراق نظام إذا طاح يسحلون رموزه سحل بالشوارع وطبعا هذا جاهلية ترى هذا ما يرضي الله ولا رسوله يعني أكيد هذا حرام مهما يكون يعني الشخص بس هاي الثقافة بالعراق مع الأسف ثقافة شون نقول وحشية يعني ايه ده أسمع صوت هنا من اليمين يقول يستاهلون شوف أسمع صوت ايه هسا ده نقول نقول وحشية ميجوز حرام شرعا هم نسمع يستاهلون شوفتوا شلون فخلي ايه فخلي من اسحب بسهم قصفو ايه فخلي هؤلاء على الأقل يطمئنون بأنه لا يابه الشعار اللي رح نرفعه اذهبوا فأنتم الطلقاء عفوا عام نسوي حتى تشفيان شرهم خلص بمعنى حل الأحزاب الأحزاب تنحل ماكو بعد حزب ايه الأحزاب كلها ملوثة حل الميليشيات او دمج عناصرها جيش واحد بالعراق جيش واحد قرار واحد ولاء واحد للمرجعية للوطن لله للأئمة عليهم الصلاة والسلام قرار واحد ولاء واحد وكل حزب بما لديهم فرحون وبما بميليشياتهم يعبثون في البلد وتوزع ولاءات وتعدد ولاءات تدخلات خارجية من ريد لا من ما يسمى السعودية ولا من إيران لا من محمد بن سليمان ولا من قاسم سليماني لا من هذا ولا من ذاك لا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من كل أحد قرار داخلي وطني موحد المرجعية خير من تكون ضابطة لهذا القرار ولهذا المسار ما يبقوا المتفرجين بس الأمريكان دائما مع المنتصر ومع من لديهم معه مصلحة أكبر ليفرض نفسه على الواقع على الميدان الأمريكان ينسقونه شاوام أبو هاي فلسفتهم يعني في إدارة الأمور مرجعية تفرض نفسها بقوة الشعب الأمريكان غصبا عنهم يخضعون يعني الأمور ماشية بها الطريقة وطبعا أيضا ننبه إخواني هذه رسالة للإخوة المتظاهرين في العراق أنهم إذا أردتم أن تصلوا إلى خير مما هو موجود إلى وضع أفضل لا ترقصوا وترتكبوا المحرمات وخصوصا بما فيه هدك لأئمتكم عليهم الصلاة والسلام مثل ما نقل الأخ السائل الثاني لما يقول أنهم رقصوا في ليلة شهادة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام هذا أمر يجرح قلوب إمتكم عليهم السلام يحزنهم فيغضب الله عليكم ما تشوفون خير إذا تستمرون بهذه الطريقة أنتم المفروض أبناء الحسين عليه السلام الحسين عليه السلام كما يروي الإمام الباقر أن الإمام الصادق عليه السلام يروي يقول كتب رجل إلى الحسين بن علي عليه السلام عظني بحرفين ما أعظى يريد من عندك حرفين مختصرة فكتب له الحسين عليه السلام من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوة لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر إذا أنتم تتحاولون هاي الثورة والتغيير يصير بمعصية الله في الشوارع يأتيكم ما تحذرونه أسرع أصلاً ويفوت عليكم ما ترجونه كمن حاول أمراً بمعصية الله كان أفوة لما يرجو يفوت عليكم ما ترجونه من التغيير وأسرع لمجيء ما يحذر يقتلونكم أكثر ويتطهدونكم أكثر أنتم مفروض خرجتم للإصلاح خرجتم للتغيير خرجتم حتى تعيشون بعدل حرية ورفاه كرامة خرجتم حتى توقف الدم توقف القتل توقف الاضطهاد توقف السرقات إيشلون تذهبون إلى هذا الطريق بطريق فيه محرمات ما فعلتم طائلة فلا كونوا مع الله مع رسوله مع أئمتكم هذا بلد الأئمة الأطهار عليهم السلام لا يكونن في هذا البلد أي مظهر من المظاهر المخالفة للشرع المظاهر التي لا يرضى عنها الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على المرجعية إذن أنت تتحرك على الشعب أن يتحرك على المخلصين في القوات الأمنية أن يتحركوا ساعة صفر واحدة يتم بها إسقاط هذا النظام عزل الطبقة السياسية تشكيل حكومة أمنية مؤقتة انتقالية تهتم بهذه البعدين في الفترة الانتقالية ضبط الأمن حتى لا ينفلت البلد أمنياً وبناء البنية التحتية بشكل سريع بسرعة يبنون حتى الشعب يرتاح في هذه الفترة الانتقالية تطرح صيغ للنظام الجديد الذي يتأسس في العراق للدستور الجديد هذه الصيغ تحصل على مباركة المرجعية صيغة منها تحصل على مباركة المرجعية يحدث استفتاء أممي حفواً استفتاء شعبي بإشراف أممي تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير المصير لأي نظام يختارون الشعب يختارونه بمباركة المرجعية مراكز اقتراع أو مراكز استفتاء الشعب يروح يصوت يختار بطريقة سلمية حضارية يتأسس نظام جديد وخلص هاي أحسن طريقة وحتى هذا النظام الجديد إذا ما عجبكم مرة أخرى المرجعية تدخل ويستفتاء خلوا هاي مادة بالدستور أنه إذا أي نظام الشعب ما راضي عنه من حق مثلا طرف ما من الأطراف الشعبية مثلا أنه يتنادون تجمع تواقع مثلا ويجرى استفتاء جديد على النظام وهم بإشراف أممي من جديد حتى هم لا يبقون ويعبثون وكذا ويمكن نظام جديد الله عالم شون يطلعه يعني لازم تكون هناك ضمانة شعبية مرجعية مشتركة أنه النظام الجديد إذا هم ما راضين عنه يتغير كله بالاستفتاء الشعبي العام هاي أحسن طريقة ترى يرتاح الناس ترتاح البلاد ويرتاح العباد أما بهالطريقة يومية جاي تروح تتظاهر ببغداد وقتل جاي يصير ومحرمات بالشوارع ما كو شي راح يتغير لا شيء يبقى الوضع على ما هو عليه اللهم يعاد انتاج النظام من جديد بس هذا اللي صار لا تنخدعوا لا تغتروا مثل ما انخدعت شعوب أخرى شوفوا الشعب المصري اشلون أكلوا عليه أونطة شعب طلع وتظاهر وأسقط نظام وأعيد انتاج النظام من جديد بمجيء السيسي نفسه هو نفس نظام حسن مبارك أعيد انتاجه من جديد يعني النظام العسكري نفسه أعيد انتاجه ما وصلوا إلى طائل أخوان مسلمين ضحكوا عليهم سنة كاملة وما تحملهم الشعب الآن الشعب المصري مسكين شعب يداسوا عليه بالليل والنار ما قادر يعيش هذا الشعب يخرج مظاهرات يقمع فالكل خلص الكل سلم بالأمر تسعين مليون بشر مساكين ما لاقين يأكلون يعيشون حياة أبسط يعني مقومات الحياة الكريمة لا توجددهم السلموا للأمر قالوا خلاص احنا بعد شفنا شنو صار هذا الخطأ لا يرتكب في العراق عليكم أن تتحلوا بالوعي بالإيمان التحموا بالمرجعية إن شاء الله المرجعية تتحرك إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر